بكل الإجراءات المطلوبة بواباء كورونا جيين رغم هالشي لنقول الانتفاضة مطلوب تحويلها إلى ثورة حقيقية بكل ما للكلمة من معنى للعبور بلبنان من الدولة الطائفية والمزهبية إلى الدولة العلمانية الدولة الديمقراطية الدولة الوطنية من هوني لكل شهد الأول من أيار لشهد الطبقة العاملة لشهداء المقاومين الوطنيين اللي استشهدوا من أجل التحرير هنزيتهم هنزيتهم كمان شهداء سقطوا على كل المحاور في الحركة النقابية المستقلة وفي الانتفاضة الشعبية تحيي لكل شهداء الطبقة العاملة اللبنانية والتحيي لكل المقاومين الوطنيين وأضيطنا هي هي أضيط تحرير وتغيير أضيط تحرر وطني وسياسي واقتصادي وأجتماعي ما فينا نواجه الأمريكان إلا بمقاومة شاملة وبرفض ضغوطها للسفيري الأمريكي اليوم اللي عم تفرض على هذه السلطة اللي عم تخطع لها وترجع لصندوق البنك الدولي والتنفيستعليماتها وهذا اللي اسمعنا أمباريح من قبل الحكومة بالعودة إلى صندوق الناد الدولي وهذا اللي رفضوا لبنان على مدى ثلاثين سنة وواجهوا وضغط وهن التأمر على الحركة النهائية المستقلة في هذه السلطة التغيير نعم التغيير هذا عنوان الانتفاضة الحقيقي عنوانها عنوانها هي وحدة كلهم الثانيين على أساس حقوهم على أساس مصالحهم على أساس مستقبلهم مش لخدمة أمار التوايف ولا أمار المزاهب اللي عم يسعوا اليوم لقرشنة الانتفاضة وركوب موجتها وأخذها باتجاه الصدمات المزهبية والطائفية وهذا اللي نحنا بنحذر منه ومنقول لهم للكل لكل أطراف منظومة سياسية المجتمعات بنقول لهم اليوم مطلوب واحد لا غير هو إعادة تكوين السلطة خراب لبنان من وراكم أنتوا المسؤولين أنتوا اللي خربتوا ما ممكن يطلع منكم إصلاح وأي أجراء ما بيأخذوا أي مسؤول العبر بالتنفيذ وبتنفيذ هالإجراء تنفيذ أي أجراء هو ما له أي ضمانة إلا ضمانة للانتفاضة الحقيقية والشعبية أخذ رئيس الحكومة وعرفع صوته رفع صوته بوجه حاكم مصنف لبنان بتا المنظوم السياسي كله مع تحالفه بحيدان المال كلهم مسؤولين نحن منشجع يا إجراء بيتأخذ لكن بالنهاية يبدو يرجع للمجلس النيابي وهون المنظوم ينطرطه وهون يترجع بتتكفى له وبيرجعوا وبيقضروا من جديد تحية منها الانتفاضة لكل المنتفدين وإلى تحويل هذه الانتفاضة باتجاه ثورة حقيقية ذات مطمون اقتصادي واجتماعي وحقيقي بدنا نعمل للعمال اقتصاد وطني منتج بدنا صناعة بدنا زراعة بدنا فرص عمل وهذه ما بتحققونها كحكومات هذا بحققون حكومة غير هالحكومة من خارج هذه المنظومة السياسية السلطوية لما اتطلبوهم لما اتطلبوهم كفوا عن مطالبتهم روحوا غيروا وغيروا بمضمون احمر بالمضمون الاحمر الحقيقي اللي رفعوا عمال العالم بالاول من ايار تحية تحية لهذه الانتفاضة والعهد لشهدائها ولتاريخها اللي عم يسطوا عهد لقلهم كله سواء ان يكون الحزب الشيوعي كما كان كما كان في السابق امين ومخلص على هالطريق اللي صاد قدم مشانه وتقدم كل هالتضحيات تحية لانكن وانتو عم ترفعوا الصوت اليوم بساحة رياض الصلح وبكل ساحات لبنان عم تمتدوا لتجسدوا وحدة هذا البلد الحقيقي بكل مال الكلمة من معنا مناشدي اخيرة مسألتين المسألة الاولى لابد من تعديل موازين القوى تعديل موازين القوى بالسياسي وبالتحالح الوطني والسياسي لكل اللي هني بدني غيره بشكل ديمقراطي ووطني لكل قوى التغيير الحقيقي بالبلد اوسع لقاء اوسع اتلاف وطني سياسي لتغيير موازين القوى الحقيقية هذه هي مبادرة الحزب الشيوعي اللبناني في الاول من ايار الى كل قوى التغيير الوطني والديمقراطي الحريصين الحريصين على تغيير هذا البلد وبناء دولة وطنية مدنية ديمقراطية هذه هي مبادرته عم بيوجهها ويطلقها اليوم لتغيير موازين الاوار بادر وعمل وساهم متل ومتل غيره من اعضاء وقوى لقاء التغيير لكن هذا واحده ما بيكفي بدنا نوسع بدنا نجمع بدنا نكتل لكن بدون ما كون في تنازل عن الاضايا الاساسية الحقيقية هيا اول نقطة النقطة التانية نحو بناء حركة نابية ووطنية مستقلة بدأنا فيها بدأنا فيها وحنستكملها هم مش هم طولين قريبا حيكون فيه كمان دعوة ولقاء لكل القوى والاتحادات والنقابات والشخصيات النقابية المستقلة لقيام حركة نقابية مستقلة بهذا البلد تقدر بهذا التحالف السياسي والاجتماعي والنقابة نقدر نعدل موازين القوى ونقدر نغير وهكذا بتكون طريق تحويل الانتفاضة إلى ثورة حقيقية فعلية على الأرض تفرض على هذه السلطة عملية التنازل عنها وبشكل سلمي وبشكل حضاري تشوير الانتفاضة وسورية الانتفاضة هي بمقدار ما نقدر نتمكن كل المتضررين عمال مزارعين فلاحين أجراء ويومين وموظفين مستاجرين كل المتضررين أن يجتمعوا بالمدينة والريف ويعبوا الشاحات ويعبوا الشوارع وينطفتوا ويعطوا روح حقيقية فعلية لهالانتفاضة اللي بدأت وما لاح يكون إلا الانتصار لصالح أصحاب الحقوق لصالح العمال لصالح كل واحد بيأكل من عراء جبينه وتحييله لكم جميعا وألف عافية وكل عاظوا لكم خير